طيب سويلة كلمين عن الاستفادة بقى من تجربة اللعبة في أمريكا والإنجازات الانتحاقاتية يعني هي استفادة كبيرة قوي فادتني كمان مش ازا فوليبور بلاير فادتني كمان كإنسانة يعني عموما تعلمت حاجة كتير قوي واعتمدت على نفسي من اي تو زي يعني الخطوة اللي انا خدتها دي فتحت لي حاجات كتير قوي حتى منتلي يعني جوه اللعب وبرا اللعب احنا خدنا اول مرة ناخد الليج هناك واتساعدنا دلوقتي لمازوري فالي ليج دي كانت او مرة تحصل في تاريخ الجامعة يمكن في تاريخ مصر ما فيش حد برضو عملها اخدت بس ستر هناك في الليج بتاعي واخدت بس سيرفر ساعدنا لنسي دوبلي اي شامبينشيب للفوليبول ودي احسن بطولة في امريكا دي كل اول ليج بيدخلها زينا انت جالك روباط صليبي في 2017 اول حاجات في بالك ساعتها انك كنت مكسورة ومتأثرة ولا ولا ان عايزة ارجع اصرى خصوصا انت كنت صغيرة وانا مكتش فاهم يعني ايه روبط صليبي يعني انا اول ما وقعت قلت خلاص عايز يعني اسبوع او حاجة ارجع تاني طبعا بقى اتصدمت صدمت عمري ساعتها كنت متضمرة وخلص يعني قعدت شوية عبان ما استبعبت اللي انا دخل عليه وانا انا مفروض اعمله بس يعني الصراحة بعد ما يعني خلاصت العملية بعدها باسبوع لأ كنت اللي هو بقى موتفيتد قوي ان انا لأ انا هرجع وكنت صغيرة جدا كمان فلو كنت خايفة ما معرفش ارجع تاني بس لأ قلت لأ يعني عادت حتى تسعة شهور بأهل والحمد لله يعني قدرت ان انا اخف وابقى كويس عميان سواء الا بعد الجامعة ماذا بعد هلها ترجعي الاهلي ولا انت حقاتي مع كل حاجة فممكن انظرك تتجه لانت تطلعي بره انا نفسي اكمل احتراف بره ده مش معنى انا ممكن مرجعش الاهلي بس يعني الجول بتاعي ان انا عايز اكمل احتراف بره واصلا في الطائرة ممكن تلعبي مثلا مع فري بره الموسم وتيجي في الفترة الختمية زي ما انت بتعملي الوقتي اصلا ممكن لو انا ماضية يعني مثلا 6 شهور 8 شهور مش سيزن او 2 سيزن وارا بعض ودلوقتي تقريبا الناس كلها بتمضي كده بتمضي بالشهور اكتر من هيا سنين يعني على حسب يعني طبعا الكونتراكت بس الناس كلها باللوقتي بتمضي انتي جاليك عروض طيب قبل كده من بره جالي جالي عارضين من ايطاليا بس لسه يعني عشان لسه قريدي بره مع ماضية مع الفرقة بتاعتنا بلعب معاها دلوقتي فلسه ودمي سنة ونص هناك او 2 سيزن سبعنا صح زي انا عايزة ارجع الاخر موسم لك مع الصيد طبعا نهاية الكاس مبارة مشهورة جدا 3-2 الصيد كان على بعض نقطة من الفوز بالماتش فاكرا الماتش ده ازاي ومتبصيلوا ازاي ساعتها في لحظتها وانتي لعبة في الصيد وازاي بعد ما رحتي الاهلي وهلسه الموضوع بنفس المرارة ولا اقل شوية والله يعني كل ما فتكروا دلوقتي بتدايق يعني كان بجد قريبة قوي انحنا نحقق انجاز تاريخي عمره يعني كان الاهلي مخسر شباله اكتر من 30 سنة والسيد عمره مخد بطوله في استيم فاللهي كانت يعني نقطتين وكان ممكن حقق كده بس طبعا الماتش ده يعني بالنسبالي داني ممكن اخدها في 4-5 سنين واحنا كنا فعلا فرقة كويسة جدا وكننا اشتغلنا كويس قوي فاجينا بقى الماتش ده فعلا طلعنا كل حاجة عندنا بس يعني ربنا طبعا مقردش بس ده بالنسبالي من اهم موتشوت في حياتي يعني اللي انا لعبتها يعني انا كمان اشتركوا في القناة